طيب اللي ما بيقولش الحق إيه اللي ما بيقولش الحق إيه عقوبة شهادة الزور وقول الزور قال له بالكو شهادة الزور من أعظم الكبائر أعظم المنكرات المنكر أعظمه شهادة الزور لأن أنا بظلم المشهود عليه أنا شهادة تعلمته فأنا بظلمه والواجب على كل مسلم أنه يحذر يقع في الكلام ده الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجلسة من الأوثان واجتنب قول الزور الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة أكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله أنك تشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئ النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة فما زال يكرر حتى قل ليته وسكت رفقا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بيشق على نفسه وقررها كتير 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 ليه عشان يحذر الناس يقولك اوعى تقع في الأمر ده الناس بتتساهل وربما زي ما قلتلكم كده يجي ناس يدهم فلوس علشان يروح الشهاده زوره لعيازه بالله فلأ ابعد تماما عن الكلام ده اوعى تنطق ما انتش قادر تنطق الحق خلاص انكره بقلبك وانكر المنكر بقلبك لكن ما تشهادش زور ولو انت عملت كده يبقى على طول تبادر بالتوبة على طول وترجع عن الشهاده ده ولو كان فيها رد حقوق ردوا الحقوق لأصحابها وقل المشهود عليه بالزور ده ده حصل كذا ده حصل كذا وده ظلم وانا زال واستغفر الله وتبطي إلى الله وعوضه ليه لاني لو خد بشهادتك وخد وترتب عليها اخت مال لا يبقى انت المفروض ايه المفروض ان انت تردله الحقوق ده سواء مال او امر ايا كان اتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمه في الشرع مفيش عقوبة مخصصة لشهادت الزور ولكن قال لك العقوبة عبارة عن تعزير يعني تقدير عقوبة شهادت الزور كذا من الحاكم العدل او الحاكم المسلم الحق ومن القاضي مفيش خلاف بين الفقهاء ان ده تعزير لكن اختلفوا في كيفية التعزير يعني الشفعية والحنابلة وبعض الملكي قالوا ايه قالوا التعزير في شهادت الزور يأما بالحبس او الجلد او كشف رأسه وهانتوا زيان كانوا بيلبسوا كده فيكشف رأسه وهانتوا وتوبيه والحاكم يقول له ان هو يعقبه طالما شهادت الزور بما يراه مناسب بشرط قال لا يخالف عقوبة العقوبة اللي هيداله دي نص او معنى نص يعني بعض الملكية قال ان عقوبة شهادت الزور السجن والضرب ويطاف به في المجالس التشهير به يعني الحنافية قالوا لا قالوا لا يعقب شهاد الزور بالضربة او الحاس انه ما يشهر به في الاسواق ان كان من اهل الاسواق او بين يشهر به ما بين قومه والاهل بتوعه القانون مصري عندنا بيعاقب شهاد الزور بالحبس سنتين تقريبا واذا ترتب على شهادت الزور الحكم على المتهم بعقوبة يبقى شهاد الزور ده خلاص لو متعرف ان ده شهاد الزور يبقى عنده سجن مشدد مش بسنتين بقى لا خلاص سجن مشدد والسجن لو كان السجن مشدد لو كان بقى الحكم على المتهم ذات نفسه اللي هو شهاد عليه الزور كان بالاعدام يحكم عليه بسجن مشدد او يحكم عليه كما يرى القاضي في الامر ده يعني امر صعب ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى ان يكون ده من صفات المؤمنون شهر به وشوفه يعني يبقى له من الاساءة والاهانة وهكذا يعني ده يدفعنا ان احنا نقول الحق جعلنا الله وإياكم من اصحاب قول الحق والسبات على الحق ومنكنش من الناس اللي بيشهدوا شهاد الزور يبوزوا الزجات ويبوزوا العلاقات ويبوزوا المحاكم اللي مفروض تقوم على الصدق وعلى العدل ما فيش لانه شاهد شهاد الزور قدو الله سبحانه وتعالى يمنع الامة بالخير اشتركوا في القناة